بمجرد أن يسدل الليل سطاره على قطاع غزة ويحاول سكانه التقاط أنفاسهم التي استهلكوها نهارا في الجري وراء كسرة خبز وشربة ماء إلا وتفتح عليهم قوات الاحتلال بابا من الجحيم قصف عشوائي بوتيرة جنونية برا وبحرا وجوا لا يهدأ طوال الليل تركيز الاحتلال جل هجماته الدموية على القطاع في الفترة الليلية تحديدا من منتصف الليل وحتى الفجر حسب الإحصائيات المتوفرة منذ 7 أكتوبر يهدف حسب مراقبين لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا في استراتيجية خبيثة لا تمت للإنسانية بصلة إضافة إلى تركيز الهجمات ليلا يقوم مخطط إنجاح عملية الإبادة الجماعية في غزة على استراتيجيتين اثنتين أما الثانية فتقوم على حث المدنيين على النزوح إلى أماكن معينة وتسميتها نقاطا آمنة وبمجرد تجمع العدد الأكبر منهم في تلك النقاط تتبق عليهم آلة الحرب الصهيونية مخلفة مجازر بشعة الشق الثالث من مخطط الإبادة الجماعية للفلسطينيين يقوم على الاستهداف المباشر للمدنيين في الوقت الذي يتجمعون فيه بأعداد كبيرة لالتقاط ما يمكن من مساعدات إنسانية والحصيلة واحدة وإن تعددت الطرق الصهيونية الخبيثة ميئات الشهداء في مجازر دموية لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث مجازر باتت جلية أمام العالم ولا يمكن إنكارها إلا ممن اختار صف الجلادي بدلاً من الضحية